قضايا عدة ناقشها زعماء القارة الإفريقية في القمة الثانية والثلاثين للاتحاد بين مكافحة الإرهاب وقضايا اللاجئين والصحة اختتام أشغال الملتقة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كان بالدعوة لمؤتمر حول ليبيا حيث طالبت الجمعية العامة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يدعو الاتحاد الإفريقي إلى إجراء مؤتمر دوليا في أديس أبابا في تموز يوليو 2019 حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والحكومة الليبية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2019 مصر التي ترأست الدورة شدد رئيسها عبدالفتاح السيسي على أهمية إيجاد حلول سريعة للمشاكل الإفريقية جذور الأزمات التي تعاني منها القارة ومسلطين جهودنا على حل أزمات النازحين والمهاجرين واللاجئين بشكل شامل وجزري ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من سلبيات تغيير المناخ يرى الكثيرون إفريقيا كقارة مليئة بالمشاكل نحن نرى إفريقيا كقارة أمل وفرص تغير المناخ هو أحد العناصر الرئيسية لتحديات التنمية أنا حزين لأن تغير المناخ في تصاعد كبير أعضاء الاتحاد الإفريقي اختاروا دولة جنوب إفريقيا لرئاسة الاتحاد عام 2020 بعد انتهاء الرئاسة المصرية